ملابسات هجمات بروكسل التي ضرب من خلالها داعش قلب اوروبا مجددا باتت تتضح اكثر فاكثر فقد اعلنت الشرطة البلجيكية ان ثلاثة انتحاريين نفذوا الهجمات اثنان في المطار هما ابراهيم البكراوي ونجيم العشراوي وثالث في محطة المترو هو خالد البكراوي شقيق ابراهيم وفيما تستمر السلطات البلجيكية بتعاقب انتحاري رابع مجهول الهوية احجم عن تفجير قنبلته في اللحظة الاخيرة تتصاعد الادلة على الارتباط الكبير بين هجمات بروكسل وتلك التي ضربت باريس في نوفمبر الماضي واستعتقاد متزايد بان خلية واحدة تقف خلف الهجمات في المدينتين فيما يعد خالد البكراوي حلقة الوصل الاهم كما يرجح بان العشراوي هو مصنع المتفجرات التي استخدمت في باريس وفي اطار تتبع خيوط الهجمات نفذت قوات مكافحة الارهاب البلجيكية عملية مداهمة في ضاحية اسكاربيك حيث عثرت قوات الامن على 15 كيلو جراما من المتفجرات وحقيبة مسامير ومواد كيميوية تدخل في تصنيع المتفجرات داخل الشقة التي يشتبه في استخدامها مختبرا لصنع المتفجرات الذي تركه الانتحاريون صباح الثلاثاء الدامي معلومات اشارت الى ان منفذ الهجمات الدامية في مطار بروكسل ومحطة المترو تعجلوا في تنفيذ العملية بسبب مخاوف من الاجهاز عليهم من قبل السلطات الامنية فيما فارت معلومات نشرتها صحيفة محلية ان خطأ ارتكبته شركة سيارات الاجر قد يكون حالة دون وقوع مزيد من الضحايا اذ ارسلت الشركة سيارة صغيرة لنقل الانتحاريين الذين كانوا طلبوا سيارة اكبر وبالتالي اضطروا لابقاء حقيبة من المتفجرات في شقتهم ياسر محمد علي العربية